تبدأ خلال اليومين المقبلين حضائر الأغنام التي حددت أمانة عمان الكبرى ثمانية مناطق أقامتها لبيع على ضاحي استقبال الراغبين بالشراء لكن ما هي الاشتراطات الصحية التي سيلتزم بها أصحاب الحضائر لتوفير شروط السلامة العامة وهل الاشتراطات مطلوبة من أصحاب الحضائر فقط أم أيضا من المشتري وما هي الإجراءات التي ستتخذها أيضا أمانة عمان لتوفير مطلبات السلامة العامة والمراقبة على سير العملية بنجاح أسئلة أخرى سنحاول اليوم الإجابة عنها مع الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى السيد ناصر الرحمني صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يعطيكم ألف عافية دائما نبدأ بداية بالمناطق كيف تم اختيارها وبناء على ماذا ما هي المعايير بداية يعني لما طلع القرار من لجنة سلاسل وإدامة الإنتاج والتزويد كانت أمانة عمان من خلال معالي أمين عمان كان هناك إصرار أن يكون هناك داخل حدود أمانة عمان مواقع لبيع الأضاحي أو حضائر لبيع الأضاحي لأسباب عديدة منها حتى نمنع البيع العشوائي داخل العاصمة يعني إحنا قبل كم من يوم لاحظنا كان في أماكن بيع عشوائي تم التعامل معها وإزالتها من قبل كوادر أمانة عمان الكبرى وحتى نكون قادرين على السيطرة من الناحية البيئية والناحية الصحية في هاي المواقع اللي احنا عاملينها ومرتبين الأمور فيها بشكل جيد جدا مثل كل عام في عيد الأضحى يعني أمانة عمان تقوم بمثل هذه المواقع لإحبان المواطنين وحتى يكون التاجر أو مربي المواشي قادر أنه يعرض هاي المواشي أو الأضاحي بطريقة مناسبة كذلك الحق للمواطن على أمانة عمان أن تكون أيضا قريبة منه وسهلة وميسرة في الوصول إلها إذن كانت المعايير أن تكون قريبة ميسرة سهلة للمواطنين حتى يصلوا إلى الهائش أيضا باختيار المواقع أيضا أن تكون هذه الحضارة بعيدة عن الشوارع الرئيسية وبعيدة عن السكن بالذات السكان أو السكن بشكل عام إضافة إلى إشتراطاتنا الصحية الأخرى اللي راح نحكي عنها سواء المطلوبة مننا أو المطلوبة من أخونا المواطن أو من التاجر بالأخص نعم أستاذ طيب يعني إحنا نعرف أنه للأسف كورونا غيرت كثير من الأشياء اللي احنا متعودين عليها بالعادة أكيد فيه إشتراطات مختلفة هذه المرة فيه شروط أيضا مختلفة برضو اللي عم ببيع واللي قاعد عم بشتري وكل التفاصيل فيما يخص الالتزام بالمعايير الصحية العالمية وأيضا تعليمات وصالة الصحة بالتأكيد يعني سنة 2020 من بداية شهر ثلاث كان فيه اختلاف كلي في كل شيء في حياتنا مش بس بالأردن في العالم من ضمن ينطبق ذلك على مواقع الأضاحية وعلى التعامل معها يعني من ضمن الشروط أن تكون كل حضيرة والأخرى بعيدة عن الأخرى بعشر أمتار أقل شيء حتى الحضيرة نفسها لا يزيد عدد المواشر فيها عن مئة رأس من الأغنام إضافة للإشتراطات الصحية الأخرى لمطلوبة من التاجر وهي وجود الإشتراطات الصحية مثل الكمامات والقلافزات حتى إذا كان المواطن ما معه يعني يعني أغلب المواطنين اليوم بيوفر هذا الكلام خاصة إذا راحوا موقع معين زي السوبر ماركت أو زي المول فما بالك لما بدوا يروح على موقع للأضاحي فأكيد الإشتراطات الصحية في أعلاها وأحنا برقابة كبيرة جدا ستكون من قبل كوادر أمانة عمانة الصحية في الأقسام الصحية في مناطق أمانة عمان كلها إضافة لأنه الرقابة البيطرية أيضا على المواشي وفحصها حتى تكون خالية من العيوب وحتى تكون مناسبة كأضحية من الناحية الشرعية ورح يكون الدخول على الحضيرة شخص شخص ورح يكون في فحص لدرجة حرارته قبل ما يدخل يعني التباعد الجسدي أساس مطلوب من أخوان التجار وإحنا الآن تعاملنا معهم بهذا الموضوع يعني من خلال المدراء ورؤساء الأقسام الصحية في المناطق تم التعامل مع أخواننا اللي بدهم يعملوا الحضائر بمواقع اللي أعلنتها أمانة عمان الكبرى هاي الأمور كلها الآن إحنا متفقين معهم تجار عليها بتوفير المستلزمات بالتباعد الجسدي بالتباعد المكاني بين الحضائر إضافة إلى الأشياء الأخرى اللي مطلوبة من أمانة عمان بتجهيز المواقع بكافة تفاصيلها الموضوع كثير مقطوب كان منه والحمد لله قمنا بتجهيزها على أكمل وجه وبما يتناسب مع جائحة كورونا عم بيكون في استجابة من قبل التجار مع أمانة عمان الكبرى فيما يخص هذه التفاصيل أم حسوها ثقيلة على كاهلهم حسوها ممكن تخفف من عملهم اللي هم متعودين عليه لا تعرف ما وجدنا أي صعوبة مع أخوانا بصراحة يعني الكل كان متفهم بالعكس هم بيبادروا كمان للتعاون أكثر وأكثر في مثل هذه المواضيع خاصة المواضيع الصحية لأن الأمن الصحي المجتمعي أصبح ضرورة وضرورة جدا في ظل هذا الفيروس أو هذه الجائحة الجميع بدون يحافظ على نفسه وعلى المجتمع وعلى صحة المنطقة اللي هو فيها فأصبح الكل متعاون والكل متفهم في مثل هذه المواضيع لا تعتقد يمكن أن هذه الجائحة أو هذه التنظيم ممكن يكون هو تنظيم يستمر معنا للأبد تحديدا بعد ما يخلص عيد الأطحى المبارك الحفاظ على المناطق يمكن كنت أدعم تحكي بما يخص الحفاظ على البيئة في عنا أماكن معينة صارت وإحنا مسيطرين على هذه المناطق فبالتالي التنظيف من بعد وإعادة المنطقة كما كانت ربما يكون هذا النهج نستمر فيه شوفي إحنا في عيد الأطحى المبارك متعودين على هذا الموضوع في كل عام أمانة أمان بكوادرها سواء كان في قطاع الأشغال أو في قطاع الصحي في قطاع المناطق والبيئة مناطق الأمانة نفسها كوادرها كاملة يعني نعتبره روتين لكن هذه السنة كان في زيادة في الإجراءات وفي الاهتمام ومن خلال تعليمات مباشرة من معالي أمين أمان الدكتوريوس في الشوارب لكن إحنا شفنا خلال هذه السنة كثير من العادات كثير من الأشياء تغيرت عنا إحنا كمواطنين فمن بالك في موضوع مثل هذا أكيد يعني الاشتراطات الصحية فرضت علينا كثير من الأشياء اللي لازم نلتزم فيها لصحتنا للمحافظة على صحتنا على بيئتنا المخلفات وما ذلك وبعد عيد الأضحى المبارك كلها مرتبة وجهزة حسب الخطة المرسومة والموضوعة دائما في مثل هذه الأوقات أو في مثل عيد الأضحى المبارك لكن الآن في زيادة يعني الاجتماع الأخير كان مبارح من قبل المدير التنفيذي للمناطق والبيئة مع مدراء المناطق ومع بعض المسؤولين عن هذا الموضوع بدنا إذا سمحت تذكرنا بس المناطق اليوم اللي بيقدر المواطن أنه يذهب عليها أظن معاك في الورقة وأيضا بدي أعرف الطريقة التي سيتم فيها المراقبة هل سيكون هناك مندوبين من أمامة عمان رح تكون موجودة كيف طريقة المراقبة رح تكون؟ ست المراقبة إحنا موجودين أصلا المراقبة البيطرية موجودة والمراقبة الصحية بالنسبة لتجار والأخوان المواطنين أيضا موجودة ومراقبتنا على المستلزمات المطلوبة أو الشروط المطلوبة من التجار ومن المواطنين أيضا كوادر أمانة عمان ستكون في المواقع الثمانية موجودة أكيد رح يكون فيه تعاون كبير جدا أنا متأكد في هذا السنة ما رح يكون فيه أي مشاكل تذكر من هذه الناحية لأن الثقافة الصحية أصبحت في أعلى مستوياتها في الأردن وهذا شيء جميل وجيد وتشكر على كل المؤسسات والوزارات اللي قامت بهذه العمل من ناحية تثقيفية والتعلم كيف نحافظ على أنفسنا بأنفسنا هذا أفضل شيء لأن الوقاية خير من قنطار علاج وإذا في حد عنده شكوى وين يتجه؟ نحن موجودين في المواقع إضافة إلى مواقع أمانة عمان على السوشال ميديا إضافة إلى الطوارئ ومناطق أمانة عمان 22 كله يعني مفتوح إحنا ما بنعطل في العيد بالمناسبة كوادر القطاع الصحي موجودة قطاع المناطق والبيئة موجودة الأشغال موجودة مع كوادر قطاع الأشغال يعني لكل موجود في مواقعه منتشرين والمواطنين بيعرفوا مناطق أمانة عمان بشكل كبير جدا بيتعاملهم معها ومع تلفوناتها وخطوطها المباشرة طب إحنا نحكي عن المناطق وبعدين نعرج على الشركاء في هذه المرحلة يعني إحنا عنا ثمن مواقع في شفا بدران وليجبيه وأبو نصير في الثلاث مواقع هذول اخترنا شارع ضيف الله لحمود مقابل مركز أمن شفا بدران في خريب تسوق في شارع الستين وفي وادي السير وبدر الجديدة ومرج الحمام في حي الظهير في شارع نالتشك في الدمينة القويس موراس العين بالجسور العسرة شارع الشعائر في النصر شارع الحسام الدائري اللي هو من كاميرا المراقبة صعودا إلى جسر الصالحية في ماركة بشارع الملك عبد الله الأول مقابل مستودعات الجيش في زهران بدر نزال والمقابلين واليرموك في شارع الأمير حسين وفي سويلح مقابل المنطقة أو قرب من منطقة سويلح يعني هي هيك بتغلطي تقريبا جميع المناطق فبتكون كل شخص بيقدر يروح على الحضير الأقرب لإله بدل ما أنه يروح في منطقة تانية شركاءكم هذه بهاي الفترة يعني إحنا شركاءنا الرئيسيين هيكونوا هم التجار وإحنا أعطينا الأولوية بالنسبة لهذا التصريح أو لهذا الرخص طبعا هي بدون مقابل بتعليمات من معنى الأمين عمان في هاي السنة ما في أي مقابل معنى بتكلف رقم بالنسبة لأمانة عمان لكن إحنا أصلا موجودين لخدمة المواطن قدير رقم لا مش كثير يعني هيك إشي هيك إشي طيب فشركاءنا التجار شركاءنا المواطنين بشكل عام اللي إحنا أصلا موجودين لخدمتهم مثل ما بنحكي دائما وأبدا ووزارة البيئة ووزارة الزراعة كل الوزارات إحنا المعنية في هذا الموضوع إحنا شركاء معهم لكن الأساس عندنا بالنسبة لأمانة عمان هو الشريك الرئيسي واللي هو المواطن طيب نحن في عندنا استفتاء بدنا نروح على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف نتيجة هل تعتقد أن قرار أمانة عمان بالسماح ببيع الأضاحي في الحضائر داخل حدود العاصمة كان صائب النتيجة 69% نعم و 31% لو هي نتيجة إيجابية رأيك فيها يعني نتيجة حلوة ونحن نحب التفاعلية في هذا الموضوع وعننا دراسات كثير نكون فيها كأمانة من خلال بعض الدوائر في القطاع الإعلامي لمثل هذه المواضيع فأشكرهم وأشكر اللي ما جاوب بنعم لكن إحنا فضلنا أن لا يكون هناك بيع عشوائي في كل مناطق أمان وحتى زي ما ذكرنا لأنه الناحية البيئية والناحية الصحية مهمة جدا فلازم هذا الموقع يكون مختار من قبل أمانة عمان الكبرى حتى إحنا نكون متأكدين من قدرتنا الكاملة وجهزيتنا المعروفة في أمانة عمان الكبرى بالتعقيم بالناحية البيئية والناحية الصحية حتى يكون كوادرنا قادرة على التعامل مع هذا الوضع الصحي طيب أستاذ بالنسبة للتوزيع الأضاحي بالعادي ممكن مرات توزيع الأضاحي يعمل تجمعات معينة يعني إذا فيه شخص كان داخل على منطقة معينة صار فيه تجمع هذا الأشي ممكن يؤدي إلى قلة التباعد الاجتماعي هل رح يكون فيه تنظيم العملية التوزيع؟ يعني شوفه هذا مطلوب من التجار بداية ومطلوب من المواطن أساسا حتى يحمي نفسه ويحمي الآخرين وحتى أنا أحمي نفسي وأحمي الآخرين كمواطن قبل ما أكون مسؤول لازم التباعد الجسدي بيكون أساس في كل المواقع اللي أنا بدي أرتادها أو أروح إليها سواء في ماركت أو مول أو حتى في الشارع أو حتى مع أصدقاء مجموعة أصدقاء الآن فما بالك في موضوع بتعلق بالأضاحي يعني بتعلق بالمواشي إحنا زي ما ذكرت موجودين الطباء بيطاريين موجودين كوادر صحية حتكون موجودة لكن الأساس هو التاجر والمواطن ندعو أخوان المواطنين بثقافتهم المعهودة والمعروفة العمانيين والأردنيين جميعا أن يكون هناك التباعد الجسدي أساس في موضوع شراء الأضاحي بالعادة لما الأشخاص يكونوا بتهم إيواجعوا الأضاحي هناك طبعا تباين بفكرة كيف يتم توزيع الأضحية والذهاب إلى المنطقة اللي بدو يصير فيها توزيع على بعد الدبح بعد الدبح هل هناك نصيحة معينة كيف يلفوها وين يلفوها وين يحطوها فيها عندك للمواطنين؟ يعني هو التغليف الجيد المفرغ من الهواء بشكل كويس في ناس كثير قادرين أو يعرفوا هاي الطريقة وخاصة الستات يعني بيكونوا أكثر بعرفوا هاي الطريقة فأكيد كل واحد معه زوجته أو أخته أو أمه بالنسبة للأضحية فهن قادرات أكثر على هاي المعرفة أو هاي الطريقة يمكن أنا بعرف عملها يعني أو أنت تعرف عملها لكن التغليف بتفريقه من الهواء بأكبر قدر ممكن ومن ثم توزيعه بالسرعة الممكنة لأنت تعرف لم ي بدك توزيع للجيران أو لفلان أو لفلان فهي يكون السرعة في التوزيع من خلال التغليف الجيد أي حضيرة خارج التمن مناطق اللي ذكرتهم؟ شو رح يصير فيها؟ شوفي إحنا في عنا موضوع أزننا الحضائر قبل أيام ذكرت لك يعني عشوائية لكن إحنا في حكينا لأخواننا المواطنين من ضمن الشروط إذا أنت عندك أرض أو موقع ضمن الشروط اللي إحنا ذكرناها بعيدة عن السكن وبعيدة عن الشوارع الرئيسية تناسب أن تكون حضيرة للمواشي أو للأضاحي إحنا ما عندنا مشكلة بس بموافقتنا وبدون أي رسوم أيضا حتى نكون أيضا قادرين على التعامل معها بيئيا وصحيا وكوادرنا تكون موجودة فيها الطيب والجمرك؟ ما عندنا مشكلة أبدا إذا كان الموقع مناسب إحنا ما عندنا مشكلة رح نكون موجودين حتى تكون الناحية البيئية والصحية هي اللي بتفرض علينا الموضوع كلمة أخيرة كلمة أخيرة كل عام وأنتو بخير كل عام بلدنا بخير وسيدنا بخير وإن شاء الله يا ربي دائما ينعاد علينا من عام لعام وإحنا في إزدهر إذن ناصر رحمني أناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى شكرا جزيلا لوجودك معنا ونتمنى لك يا ربي برضو عيد أطحى مبارك والأمور تمشي بسلاسة شكرا جزيلا للمسان